ورجعنا لحضراتكم ولسه مع الكرة المصرية لكن عند ربطة الأندية دلوقتي قررت ربطة الأندية بالتنصيق مع اتحادات كرة القدم تجميد بطولة الدوري لمدة 42 يوم في الفترة من يناير ل14 فبراير طبعاً ده بسبب بطولة أفريقيا ومشاركة منتخب مصر الأول في بطولة الأمر الأفريقية في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير ورفضت الربطة والاتحاد المصر لكرة القدم رهان أو رهن فترة التواقب بالمحطات اللي هيوصلها المنتخب ليه بقى يعني يجي ان يلعبوا كأس الربطة يعني احنا قررنا تجميل الدوري لمدة 40 يوم كده كده على أن يتم خود بطولة كأس الربطة في تلك الفترة والكلام ده معناه أن الدوري مش هيرجع حتى لو المنتخب خرج بدون أو بدري يعني من بطولة أفريقيا ده هيكمل معنا كأس الربطة الأول كده كده يعني وكشف طبعاً الحج عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن برنامج روي بيتوريا المدير الفني للفرعنة قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية قال بقى إيه قال مازال حتى اللحظة روي بيتوريا لم يحسم مصير المعسكر الأخير قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية سواء في مصر أو خارج مصر وحتى اللحظة فقط ما اتفقنا عليه هو أن المعسكر الأخير سيبدأ يوم 3 يناير المقبل وستتوقف نسبة الدور المصري بالتأكيد من يوم 2 يناير من أجل منتخب مصر وانتظام اللعبين وأضاف أيضاً اتحاد الكرة أكد لروي بيتوريا أنه سيسانده وسيساند أي قرار له فيما يخص الاستعداد للمشاركة في بطولة أمم الأفريقية للمنافسة على اللقب ولذلك ننتظر منه قرار النهائي فيما يخص الوديات بجانب أيضاً مكان المعسكر ومكان المعسكر ولكننا نفذنا ما طلبه هو أن يرغب في الحصول على أكتر من 10 أيام قبل البطولة مع اللعبين يعني المعسكر هيبدأ يوم 3 هو عايز 10 أيام قبل البطولة مهم جداً طبعاً التجمع ده التجمع الأخير قبل بطولة أفريقيا بيبقى غالباً فيه ودية يعني اللي هي بتاعة الفرق الأفريقية بتلاعب بعض وبيبقى برضو في دول أفريقية بيننا وبن بعد كده قبل ما نروح لبطولة أفريقيا في يناير إن شاء الله في نص يناير بقى في كودوفور نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر نتمنى إن قرار رويب الطوريا يكون صائب في اختيار المنتخبات اللي هلعبها وطبعاً في القايمة بتاعته